بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة للمثال عشرة والمثال 11 اللي أخذناهم فيما يتعلق بحساب متحرك هذا نفس الحساب نقلناه من البرنامج الأول إلى برنامج الأكسل طبعا هذا التاريخ الحركة الإداع إلى آخره الآن إحنا كانت عندنا مشكلة تأخذ معنا وقت كبير اللي هي قضية احتساب المدة بالأيام طبعا برنامج الأكسل مثل ما بينا لكم في محاضرة سابقة بيساعدنا في قضية احتساب المدة بالأيام فشوفوا أنا الاحتساب مدة الإداع الأول اللي هي 197 يوم أخذنا E شوفوا اللي هي E7 هاي مطروحا منها إيش E2 وطلع عندي الناتج إيش طلع عندي الناتج اللي هو 197 يوم لو أخذنا شوف المية وأربعين هاي من وين إجت 312 مطروحا منها 13 8 الناتج هو 140 يوم بالنسبة للسحب هذا شوف أيضا هو عبارة عن الفرق E7 ناقص E4 الفرق بين تاريخين فيعطيني المدة بالأيام وهكذا بالنسبة لهذا الإداع اللي هي المدة تمام عفوا هذا الإداع مدته من E7 ناقص E5 وكذلك هذا السحب هذا السحب أيضا مدته من 6 12 وحتى 31 12 نفس القيم اللي حسبناها بشكل يدوي المدد هذه حسبناها بشكل يدوي بإمكاننا الآن نعمل عمود إضافي نسميه نمر المبالغ ونيجي هون نضرب نقول يساوي المبلغ ضرب المدة المبلغ ضرب المدة المبلغ ضرب المدة تمام بالنسبة للإداعات تمام وهذا بالنسبة للسحبات يساوي المبلغ ضرب أو خلينا نقول سالب المبلغ سالب المبلغ ضرب المدة اللي هي حسب لنا ياها الأكسل هذا إداع يساوي المبلغ ضرب المدة تمام المبلغ 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 السحب إذا ناقص السحب ضرب المدة الناتج طيب لو حسبنا المجموع جمع لنمر الحساب بيطلع معاي ستمية وسبعة وثلاثين ألف وستمية هاي النمر الصافية أخذنا نمر الإداعات بالموجب ونمر السحبات بالسالب فصافي نمر الحساب ستمية وسبعة وثلاثين ألف هلا إذا بنحسب الفائد المستحقة بناخد هاي القيمة بنقسمها على قاسم الحساب ومنطلع الفائد التجارية أو الفائد الصحيحة طبعا مع مراعاة أن الفائد التجارية قاسمها 360 على معدل الفائدة والفائدة الصحيحة قاسمها 365 على معدل الفائدة